السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ودائما صل على الحبيب قلبك يطيب حوار مع الحبيب حوارنا النهاردة حوار سطره القرآن وسمى صورة كاملة باسم هذا الحوار أيوة عارفين صورة إيه؟ أيوة صورة المجادلة أو المجادلة لو أن المجادلة تعود على الصورة لو أن المجادلة تعود على الست الطيبة الصحابية الجليلة خولة بنت ثعلبة التي جاءت تحاور النبي صلى الله عليه وسلم تحاولوا في إيه بقى؟ ستين خولة بنت ثعلبة الست المحترمة المؤدبة تقية نقية زوجها كان اسمه أوس ابن الصامت رضي الله عنه سدن أوس مرة من المرات حصل ما شد بينه وبين امرأته بين ستين خولة فقال لها أنت علي كظهر أمي وده كان أول يمين ظهار في تاريخ الإسلام أنت علي كظهر أمي زي ما بيقولوا بالبلد تحرام علي زي أمي وأختي هو ده وبعدين خرج مع قومه في ناديهم قعد شوية كده ثم عاد إلى ستين خولة رضي الله عنها يراوده عن نفسها في الحلال الطيب قالت فامتنعت قالت فوثب علي شوف تمسك المرأة بالحلال قلت والله لن تقربني حتى نستفت يا رسول الله انت حلفت دلوقتي وقلت أنت عليك ظهر أمي إزاي تقرب لي يا السلام على الإيمان مش كل يوم واحد بيحلب بالطلاق وعند زوجته عادي خالص لا تلك حدود الله فلا تعتدوها وتلك حدود الله فلا تقربوها فوثب علي فغالبته وخرجته ثم ارتديته ثياب من عند جارتي طلعت متخفيفة من ثيابها وخدت ثياب جارتها وراحت لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شوفوا بقى الست وشوفوا الحوار العقلاني الجميل الرائع قعدت الست مع سيدنا النبي في بيته وجنبهم ستين عائشة قالت له يا رسول الله قال لها نعم ركزوا قوي في الحتة دي باللي عليكم قوي قوي رسالة لكل امرأة النهاردة وهدية لكل امرأة زوجها مزعالها شوي ركزوا قالت له يا رسول الله ستين خولة بنت ثعلبة جاية تحور النبي في موضوع زوجها أوس بن الصامة قالت له إن أوسن بجيب برضو مجموع الروايات عشان القصة تكتمل إن أوسن تزوجني وأنا صغيرة مرغوب فيها حلو كده فلما كبر سني وافترش بطني ظاهر مني وقال لي أنت عليك ظهر أمك ده حد كده الكلام جميل شوف الحوار النبي بيسمع ويا رسول الله يا عجباني أو النقطة دي يا كل أم يا كل زوجة ربنا يكرمكم وربنا يبارك فيكم أيوة ويا رسول الله خد بالك من حاجة ده ستين بتعمل مرافعة يا عم من أحدى استراز قالت له إن لي منه أولاد إن لي منه أولاد إن ضممتهم أنا إلي جاعوا وإن ضممتهم إليه هو ضاعوا يا السلام بتقول له أعمل حسابك يا رسول الله في أولاد بين وبين لو أنا خدت الأولاد مش هادر أأكلهم هيجوعهم ولو سبتلوا الأولاد هيضيعهم يا سلام يا كل زوجة بديك حديث النهار ده هدية قال صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها يعني زوجها دخلت الجنة يوم القيامة من أي أبوابها شاءت يا كل زوجة حفظ الحديث ده هو تجي يوم القيامة يتخير بين الأبواب اللي أنت عادت تدخليها سبحان الله بجد أيها بجد خدوا الحديث تاني إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها يعني زوجها دخلت يوم القيامة من أي أبواب الجنة شاءت المهم فستنا خولة قالت له يا رسول الله وإن أوسن تعلم ما به من ضعف يا سلام يا سلام يا سلام ده مش جاءت سبه مش جاية تغتابه مش جاية تحريجه مش جاية تفتش سره لا لا تعلم ما به من ضعف ولمم ويا رسول الله وابن عمي يا وأبو ولدي وأحب الناس إلي إيه ده إيه ده ويجي سينا النبي يقول لها جملة واحدة ما أراك إلا قد حرمت عليه خلاص أنت محرم عليه زي أم واخته خلاص يا رسول الله هو أبو ولدي ما أراك إلا قد حرمت عليه هو ابن عمي ما أراك إلا قد حرمت عليه بيني ومني ومنه أولاد بينه وبنه أولاد ما أراك إلا قد حرمت عليه يا رسول الله تعرف ما به من لمم ممكن يقول كلام مشو أغد باله منه وهو رجل كبير في السن ما أراك إلا قد حرمت عليه الست ما قالتش بركة يا جامع يلا يا رجل بالسلامة يلا في دهيا لا لا ده الست عارفة يعني إيه بيت وعارفة يعني إيه أولاد ولذلك بقول لك اختار وقبل ما تحاسب ناسب قبل ما تناسب حاسب قالوا لنا كده فالمهم الله 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 تيجي ستين خولة النبي يقول لها كده وتيجي متوجهها للكعبة بتيجي رفع إيديها لربنا وتقول له يا رب يا رب أنزل فيها أنزل فيها وفي أوس أيوة أنزل فيها وفي أوس بيانا شافيا على حبيبك محمد تصوروا الكلام ده تصوروا يا رسول يا رب نزل بيان شافي يفرحني على النبي دلوقت بيقول لك يا دوب هي بتنزل إيديها تغشى رسول الله الوحي نزل الوحي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم بصورة كاملة صورة المجادلة أو المجادلة شوف 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 قد سمع الله قولة التي تجادلك في زوجها ولكن وبعدين وتشتكي إلى الله شكو لله فقط والله يسمع تحاوركما بص بص والله يسمع تحاوركما أما ليه ستين عائشة لما نزلت الآية دية قالت تبارك سمع الله والله لقد كنت بجوارها وهي تكلم النبي والنبي يرد عليها ولم أسمع منهما شيء وقد سمع الله حوارهما من فوق سبع سماوات فيجب باء ينزل الذين يظهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا لأي ولدناهم وإنهم لا يقولون منكرم من القول وزورة وبعدين عتق رقبة وبعدين صيام شهرين وبعدين مش عام ستين مسكين الآيات كتير لكن سيدنا النبي يقول لها يا خولة مريه فليحتق رقبة كانت ممكن قالته ماله بارك يا جامع خليه تقدب قالت له من أين يا رسول الله وأنت تعلم فقرة لا يملك ده جاية الدافع عن زوجها يا عم قال لها طيب مريه أن يصوم شهرين متتابعين ستين يوم قالت له وكيف ذلك يا رسول الله هو رجل ضعيف عجبنا أول الحوار بتاع ستين خولة دي أول يا كل زوجة يا كل ست يا كل بنت يا كل رب تمنزل اتعلمي من ستين خولة وأنتو يا أزواب قدروا زوجاتكم لله تعالى فسيدنا النبي قال لها طيب بلاش عتق رقبة ما يقدرش وبلاش الصيام عشان خطرك طيب وبعدين اجعليه يطعم ستين مسكينة قالت له منين يا رسول الله هو عنده حاجة يطعم ستين مسكينة منين فييجي سيدنا النبي يقول لها أنا سأعينه بعرق من تمر عرق يعني مقطف يعني حلة يعني قفة يعني شوال بلح زي ما نقوله كده قهدي عن النبي شوال من البلح قال لها خزيه عارف الستة قالت له ايه قالت له وأنا سأعينه بعرق آخر يا رسول الله أنا هتدله كمان شوال من عندنا يا السلام ده الستة بتحفظ على البيت اشتكي بس عايز حل الله أريده حلا فييجي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذهبي فطعم لي ستين مسكينا وتعود ستين خولة إلى زوجها في تبات وثبات ونبات ياريت الزوجات يتعلمهم من هذه المرأة وكل زوج يتعلم أعزكم الله هذا وأشهد الله أن أحبكم في الله ودائما صلى على الحبيب قلبك طيب أراكم على خير في حلقة بكرة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته